نعم الزيارة الآن هي في ساعاتها الختامية ونستطيع أن نقول وبكل وضوح أن الزيارة كانت ناجحة جدا واستطاعت أن تضع الأسس الحقيقية أو الأسس الصحيحة لمرحلة التحول في العلاقة من العلاقة الأمنية والعسكرية عبر التحالف الدولي إلى علاقة الشراكة المستدامة والثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية العراقي همه أن تكون هذه العلاقة طيبة وفي مجالات عديدة وقلنا سابقا أن الشعب العراقي أيضا تواق لأن يرى الوجه الآخر لأمريكا الوجه الصناعي والتكنولوجي والثقافي والاستثماري لا يتبقى العلاقة مرهونة بعلاقات أمنية وعسكرية قد تكون ثقيلة على الشعوب لذلك الزيارة نجحت بكل تفاصيلها ووفق الجدول المخطط لها اجتماعات عديدة ونتائج إيجابية وتفاهم أمريكي كبير لما يريده العراق في التحول من العلاقة من علاقة أمنية بحتة إلى علاقة اقتصادية وثقافية علاقات شاملة أسمها العراق والشراكة المستدامة وتفاهم أمريكا هذا التحول في العلاقة بينها وبين العراق وأعطته كما يبدو الضوء الأخضر والاتفاق المبادئ الحصل وستعمل لجان كثيرة وربما ستكون أيضا هناك زيارات أكثر من زيارة لأن التوجه كبير والمجالات التي يفترض أن تقوم وتنشأ بين العراق والملاعيات المتحدة هي مجالات كبيرة كما تعلمون الاتفاقية الإطارية هي إطارية شاملة وخطوط عمومية لكنها تضمن أكثر من 11 فصل هذه الفصول يفترض أن تترجم إلى اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة سيد سبحان أعطت على المقاطع لكن نستفر وجود حضرتك الوقت المخصص ليس بالطويل بعد نجاح هذه الزيارة ملاحظ أن الزيارة نجحت وكان هناك اهتمام كبير من قبل ولاية المتحدة في هذه الزيارة تم عقد اتفاقات عديدة توقيع مذكرات تفاهم ما بين الجانبين في خصوص شركات أمريكية بالمقابل هناك تحديات تتمثل بتقادم النظام المصرفي أو حتى في تعقيدات إدارية كالبيروقراطية الإدارية وغيرها حتى بعض الأمور السياسية نحن لاحظنا هناك دعم سياسي لزيارة رئيس الوزراء لكن ما مدى استمرارية هذا الدعم هذه التحديات هل لها أن تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقيات؟ نعم فعلا تحديات كبيرة والتحديات أغلبها تحديات داخلية إن كانت مهنية أو فنية أو حتى إن كانت سياسية على صعيد السياسي هو مدى التزام تلاف إدارة الدولة والقوى السياسية كلها داعمة للحكومة الحالية بالاستمرار بدعم الحكومة وعدم خلق أي مشاكل معينة من أي نوع آخر يفترض ومما يسهل الأمر أن كل القوى السياسية دعمت هذه الزيارة وأصدرت بينها الدعم لهذه الزيارة فهذا كلها يعطي مناخ إيجابي أن المشاكل السياسية قد لا تظهر ربما هناك بعض التحفظات حاليا أن حسب بعض القوى السياسية بدأت الحملة الانتخابية مبكرا أو هذا شيء يعني ما يدعو للتفاءة وأن الحملة الانتخابية بعد سنة ونصف أكثر فيفترض أن لا تنساق بهالمساق هذا أما من نواحي الأمنية المهنية والفنية فأعتقد صار اتفاق حسب معلوماتي خلال هذه الزيارة مع أكثر من شركة لتأهيل المصارف العراقية بحيث تعمل وفق المعايير الدولية وبالتالي ستجد مصارف مراسلة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أوروبية أخرى وأشار لذلك السيد محافظة البنك المركزي من أن هناك توجه لمصارف أمريكية عديدة لأن يكون لها تواجد أو فروع إلى أو تواجد مع مصارف عراقية تعتمد مصارف عراقية بكامراسلة لها وبالتالي لابد من فعلا أن المصارف العراقية تعمل على أن تكون وفق المعايير الدولية البحثة التي تستطيع أن تكون أو تعطي الثقة لمن يتفق معها أو لمن يفتح حساب معها من المصارف الأجنبية أصبحت الفكرة واضحة كل ما بجانب المهني والفني طيب قلينا أيضا نتحدث عن الجانب الاستثماري كل ما بجانب المهني والفني مقدور عليه مقدور عليه وهي قضية إدارة ناجحة أي مشاكلنا كانت أكثرها إدارة ناجحة واليوم الإدارة الحمد لله جاءت تتطور بشكل كبير طيب واضح في الجانب الاستثماري هل من تطمينات قدمها الجانب العراقي فيما يخص هذا القطاع طبعا مع الجانب الأمريكي نعم يعني الأستاذ موجود الأخ محمد النجار مستشار شؤون الاستثمار ورئيس صندوق التنمية ودعوات مفتوحة للشركات الأمريكية لاستثمار في العراق مع التعهد بتذليل كل الصحابة أمام هذه الشركات ربما يجري العمل من خلال صندوق التنمية وربما يجري العمل من خلال مشاريع استثمارية كبيرة وسيد دولة رئيس الوزراء أعلن اليوم أو قبل اليوم خلال هذه الزيارة أننا نريد تغيير المعادلة تغيير المعادلة يعني تغيير المعادلة الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد شامل اقتصاد السوق الذي يتأثر بالعرض والطلب وإلى محاولات لتغطين التكنولوجيا بالعراق وأشار سيادته أيضا في لقاءة مع الشركات إلى المشاريع المتكاملة في قطاع النفط بالذات أنه مشروع استخراج نفط مع غاز مع طاقة مع بتروكيميائيات مع مصافي هذه المشاريع التي تطمح الحكومة العراقية لتأسيسها من خلال الشركات المستثمرة إضافة إلى مشاريع أخرى قديمة السكنية وغير السكنية لكن مشاريع الطاقة والغاز والمصافي والمشاريع المتروكيميائيات يعني المشاريع الاقتصادية الكبيرة لها الأولوية في سلم أولويات الحكومة وتوجهاتها